السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنرى كيف نعرف المتغير وكيف نضع قيمة داخل المتغير بالنسبة لتعريف المتغير يتمثل ذلك في إعطاء اسم للمتغير يعني identifier وأيضاً type نوع لهذا المتغير السنتاكس بصفة عامة نبدأ بكتابة type ثم identifier المتغير يجب أن يحتوي على حروف أعداد يمكن أن يحتوي أيضاً على underscores أهم شيء أن لا يبدأ بعدد يمكن أن يبدأ بحرف أو يمكن أن يبدأ بـ مثال int number one عندي متغير اسمه number one هذا الاسم يحتوي على underscores وضعت int أمام number one يعني هذا المتغير سيمكن من تخزين أعداد طبيعية المثال الثاني float real number بدأ اسم المتغير بـ underscore the type of this variable is float إذن سيمكن هذا المتغير من تخزين أعداد عشرية ثم المثال الأخير char one letter one لو كتبت هذا الكود الكمبيوتر سيقول لي خطأ لماذا؟ لأن identifier بدأ بعدد الآن كيف نضع قيمة داخل المتغير؟ سنستعمل الـ operator يساوي إذن أمثلة قمت بتعريف متغير M نوعه int وقلت أن M يساوي القيمة خمسة إذن وضعت القيمة خمسة داخل المتغير M مثال ثاني عندي متغير اسمه A small a وضعت نوع A char إذن سيمكن هذا المتغير A من تخزين حروف يساوي الحرف A في C++ أي حرف يجب وضعه بين قوتيشن حرف A الحرف B الحرف Z إلى غير ذلك القيمة واحد يمكن أيضا اعتبارها كحرف لو وضعت واحد بين قوتيشن الكاركتر 0 الكاركتر 3 إلى غير ذلك تلاحظون في المثال الثاني قمت بتعريف المتغير A ووضع القيمة داخل هذا المتغير في سطر واحد بينما في المثال الأول فرقت مرحلة التعريف ومرحلة الانيشياليزيشن هنا جمعتهم الاثنين مع بعض المثال الثالث نفس الشيء قمت بتجميع الدكلياريشن والانيشياليزيشن في سطر واحد double pi يساوي 3.14 إذن عندي متغير اسمه pi نوعه double يساوي القيمة 3.14 ترجمة نانسي قنقر